احنا مفتقدين الأهم حاجة في حياتنا وهي المشاعر الحائية الصادقة الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة بتفتح في البحر طريق ايو لما اجي اكلم واحد الصبح وقوله كلمة حلوة بيبقى معنوياته في السماء وطاقة ايجابية بيروح شغله بيبدع ويشتغل لكن لما اجي احبطه على الصبح بكلمة ممكن اخلي موده ايه احنا في النهاية بني قدمين ايو البشر ايو القلب ده بيتحرك ببصلة ايو صحيح صحيح الكلمة الحلوة دي مفتاح لكل حاجة طبعا مفتاح كل حاجة والرضا طبعا والرضا لما يكون واحد راضي وراضي عن حياته وعن شغله وعن مستوى بيته راضي وعنده ايمان بالله يكفيه انه هو عارف ان كل اللي بيحصل خير بص حياتك الرضا ده مفتاح السعادة طبعا طبعا فعلشان كده ببقى حياتك لازم احنا نستدعي الحاجات اللي جوانا زمان ليه احنا بنحن الزمان والماضي والناس القديمة وكده كان عندهم رضا كان عندهم راحة ونصفاء وينام الواحد ومش عايل هم حاجة وربنا بكرة هيكرمه لانه خلاص نايم وهو يعني بص حياتك حتى علمته انا رزقي لن يأخذه غيري فاطمألنا قلبي بينام وهو مرتاح وعارف رزق ومحدش هياخده غيره بالزبط فعلشان كده بقولك احنا مفتقدين الحاجات الحلوة دي يعني بالزبط